للحديث عن دلالات قصف منزل مصطفى الكاظمي والصراع الدائر بين الأحزاب المسيطرة على القرار في العراق لسيما بعد رفض الميليشيات نتائج الانتخابات التي رفضها العراقيون معنى الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين دكتور عبد الحميد أهلا بك دكتور عبد الحميد بداية يعني ماذا تعني حادثة قصف منزل رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في أي إطار يمكن تصنيف ما حدث في ظل الصراع بين الأحزاب المسيطرة على القرار في العراق الله الرحمن الرحيم وحييك وجميع المشاهدين مثل ما ذكرت في سؤالك وهو في إطار الصراع داخل هذه العملية السياسية وهي بالمناسبة ليست المرة الأولى والتنبت أو توقعنا هذا الأمر وذكرناه ونصصناه قبل أيام قليلة عقل هذه الانتخابات الأخيرة وذكرنا أنه يتوقع أن يتصاعد الصراع كما في كل مرة من مفاصل هذه العملية السياسية في الماضي الفرق الوحيد هذه المرة أنه نوع السلاح الجديد ومثال هذا الصراع ففي السابع كانت الأسلحة تتم والصراع يتم باستخدام المفخخات داخل الأسواق والرين الأبرياء لكن اليوم قبل أيام طبعا لا ننسى أنه في ضمن هذا إطار الصراع قبل أيام حاولوا وقاموا بعملية وجريمة وانتهاك كبير في تهجير وقتل الأبرياء والآمنين في بعض الراف في حفظة ديالة فهذا كله في إطار الصراع وفي رضاق جهة على أخرى من أجل المناصب التي تحقق لهم السحف الحرام على حساب أموال الشعب العراق نعم طيب دكتور عبد الحميد يعني إلى أي مدى ترى أن ما جرى من استهداف لمنزل الكاظمي يؤكد وجهة نظر هيئة علماء المسلمين في العراق بالنسبة للانتخابات الأخيرة والصراع الذي سيستعر فيما بعده بالتأكيد يعني هذا وجه من أوجه بهذا الصراع وهذا أحد تنفيذ أحد التهديدات البارزة والتي ظهرت قبل يومين على لسان العامري وقيس الخزعلي وعلي وغيره قادة الميليشيان نحن ذكرنا في هيئة علماء المسلمين أن هذه الجهات لا تتوانى عن استخدام أي شيء في إطار الضغط فيما بينها البين على الأخر على الجهة الأخرى من إجل الحصول على مكاسب وقلنا سابقا أن نتائج أو نتائج أو شكل الحكومة القادمة لا يحدده ما يسمى بصلادق الإبتراع ولا عبد الأصوات وإنما قوة هذا الطرف أو ذاك الطرف وما يمتلك من أوراق ضغط بما فيها الأسلحة أو استخدام القوة بكل مختلف إدوار لكن ما هي قيمة الانتخابات الأخيرة التي أجمعت الأمم المتحدة والحكومة أنها الأساس لاستقرار العراق سؤالي هنا إليك دكتور عبد الحميد هل يمكن بناء استقرار برأيك في ظل وجود سلاح الميليشيات؟ قبل ذلك الأمم المتحدة التي اعترفت بهذه الانتخابات وبركتها هي ذاتها اعترفت أنها من أكثر الانتخابات مقاطعة يعني أقل الانتخابات مشاركة وإقبال من قبل الشعب العراقي وهي قبل ذلك بأيام قد شككت وحذرت من وجود كثير من الشبهات والاتهاكات والمخالفات والتزوير وغير ذلك مع ذلك الجميع يدري أنه هذه الانتخابات هذه وما سبقها باتت مجرد غطاء شكلي يتخذ لتبرير وجود من هذه العملية السياسية واستمرارها واستمرار هؤلاء الفاسدين ضمن هذا المشروع الذي فرضه وأسسه الاحتلال المريكي لذلك رأينا الشعب العراقي في وعيه لهذه المسألة قد قام بمقاطعة هذه الانتخابات ليست تكاسلاً وإنما إعراضاً متعمداً عنها ومعلناً لسبب هذا الرفض وهذه المقاطعة بأنه لا يعترف بها ولا يعترف بخرجاتها لأنها بنيت على أسس باطلة لذلك الحل والاستقرار في العراق لا يكون بالمناكفات فيما بينهم ولا بالمفاوضات فيما بينهم ولا بأحد الصفقات بين هذه الأطراف وإنما بسوال العملية من جهود طيب ما الفارق اليوم بين القوى المتصارعة على كرسي رئاسة الحكومة والتي تريد فرض مشهد سياسي بقوة السلاح مع هذا الوضع المأساوي الذي نشهده ويعيشه العراق هذه الأيام يعني هو تصاعد هذه الميليشيات قبل منذ الأيام الأولى الاحتلال بالمناسبة الميليشيات جاءت مع الاحتلال ودخلت معه جنباً إلى جنب وهي التي مهدت له الطريق لكن الميليشيات هذه اليوم قد تنامت وقد أصبحت لها عدة رايات وعدة رؤوس فاليوم وهذه مسألة مهمة لا بد أن ينتبه إليها المشاهد الكريم في كل أنحاء العالم الشعب العراقي يدرك أن الميليشيات هي غير منحصرة في هذه الجهود بل كل الأطراف هي ميليشيات والميليشيات هي نفسها تكسارة لكن ميليشيات انتصرت أو حصلك على مقاعد أكثر من ميليشيات ثانية لذلك بات الصراع داخل هذه المنظومة وداخل البيت الواحد الذين جميعاً اشتركوا في تدمير العراقي وفي انتهاكات ضد أثناء الشعب العراقي وارتكام أفضع الجهة نعم طيب الحكومة الآن بعد يعني محاولة اغتيال رئيسها مصطفى الكاظمي لماذا تريد هذه الحكومة الاعتراف بأن الميليشيات المهاجمة هي ميليشيات إرهابية لم تعد تهدد المدنيين فحسب بل ها هي اليوم تحاول أن تطال من يطلق علي أنه رأس الدولة عسكرياً أو مدنياً ولكن هذه الحكومة هي مجرد يعني أو تعترف بمثل هذا الأمر تعترف لأنها فاقدة للسيطرة وأن من يتحكم بالمشهد العراقي اليوم هو السلاح المنفلة الجميع بما فيهم هؤلاء هذه الأطراف جميعاً ينادي ويعلن أنه يجب حصر السلاح بيد الدولة الضمائم لكن الحقيقة هم جميعاً يشتركون بمثل هذه الجرائم وهذه الصراعات وهذا الإنفلات وهو جميعاً يشكلون مثل كغضاء سياسي لحماية هذه الجرائم من هذه الانتهاكات ومن ترتكبوا بميليشيات إلى السؤال الأخير الآن دكتور عبد الحميد يعني الميليشيات وعادتها حينما تطلق الصواريخ على محيط السفارة الأمريكية مثلاً نجدها تسارع للتنصل من المسئولية وكذلك كما تنصلت من مسئوليتها من محاولة اغتيال الكاظمي بطائرة مسيرة السؤال هنا هل هذا يجعل ساحة الميليشيات مبرأة؟ وهل تعتقد كذلك باحتمالية أن يكون هناك مواجهة مباشرة حقيقية بين الكاظمي من جهة والميليشيات من جهة ثانية؟ هو ليست مواجهة وإنما نحن اختكرنا سابقاً قديماً هو سراع نفوذ لا سراع وانعود وهذا الأسلوب بالمناسبة في الضرب ثم التبنص من ذلك ليس جديداً وهو أسلوب تعلموه من سادته الميران إيران لديها هذا الأسلوب فهي تهدد بجانب ثم تقوم بتنفيذ بعض الانتهاكات ثم تتبرأه على لسان آخر فهو أسلوب يعني يحاولون به الخداع والتنص من المسؤولية لكنه الأطراف ما بينها تعرف من المنفذ ومن الذي هدد ومن الذي استخدم فهي لا تخرج عن هذا الإطار إطارة ببراز القوة ومحاولة لوي ذراع القرف الآخر لإجباره على تقديم بعض التنازلات لهذا المقعد أو لذلك المنصب أو لتلك المحاصص أدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق كنت معنا عبر سكايب شكرا جزيلا لك